الفاطمية تمعة العين جرية يا زهر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا أبن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجا والتجا إليكم يا رحمة الله الواسعة وهي وشكب ويا بابن جاءت الأمام وسراج الظلمام وأب الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء لمصائب الزهراء هجرت المضجع وأسال قلبي من عيوني أدمعا أفكان في حكم النبي وشرعه أن تضرب الزهراء ضربا موجعا أوصل إليه بوصل عترة أحمد فكيف فهموا هذه الوصايا أوصل إليه بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطعا الله ياه ما فعلوا بآل محمد فعلا له عرش الإله تضع ضعايا ماذا فعلوا قادوا إمامهم من بعده بنجاده ومن البتول الطهر رضوا أضل عايا وضعيات عند الباب حملا لم يكن قد آيانا لولا عصرها أن يوضعا وآخر يقول الواثبين لظلم آل محمد هو محمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاط من آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني ومجمعي حطب على البيت الذي وويله لم يجتمع لولا شمل الديني والداخلين على البتولة بيتها وفاطما والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنيني خلوا بنعمي أو لا أكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني تلتفت إلى أنصار أبيها معاتبة تستغيفها فلا تغاف تلتفت إليهم بلسان المعاتبة قلت شيمكم لو جفيتون يا الأنصار بضعت نبيكم وانتخي وما أشوف نغا شمدوا بنخي وانتحب ما تنصروني تشوفون عدواني وسط بيتي لفاني تتروع أولادي وكلكم تنظروني وكلكم شم سوية تجين العدى بالحطب وانتحبوني ينصار تشوفوني 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 وآل محمد تتحدث هذه الآية المباركة حول معنى كان محل نقاش وجدال بل كما عبر صاحب تفسير الميزان العلام الطباطبائي صار المعنى لهذه الآية ولآية أخرى قبلها وهي قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال بأن تحقيق معنى هذه الآيات كان محل مشاجرة علمية بين المفسرين فما هو معنى هذه الآيات دعونا نقدم أولا بإطلالة على معنى هاتين الآيتين الشريفتين التي جعلناهما منطلقا إلى موضوعنا حول اختيار شريك الحياة حول الضوابط والشروف حول الاختيار الأمثل لشريك الحياة يقول العلامة في سياق بيان سبب نزول هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وأيضا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات يقول بأن المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة المنورة بلا شك تركوا وراءهم بيوتهم لم يستطيعوا أن يحملوا كل مالهم يعني المال الموجود كان بأيديهم قليل مع الأيام استهلك مجتمع بأكمله دخل على مجتمع آخر فواجهوا صعوبة وضيقا في الحياة رغم ما صنعه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من المؤاخات بين المهاجرين والأنصار إلا أن المهاجرين عاشوا نوعا من الضيق في الحياة تبدل لحياتهم التي كانت في مكة المكرمة فكان المجتمع في المدينة ما يزال يعيش نوعا من الجاهلية يعني قسم مسلمين قسم آخر غير مسلمين شنو اللي حصل اللي حصل أن في المجتمع جملة من النساء والعياذ بالله التي يبذلون نفسهم للفحشاء والمنكر وكانت لهم علامات نوع من الأعلام يضعونها لأنفسهم فجاء بعض من المهاجرين المسلمين المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن إمكانية الارتباط والزواج بواحدة من هؤلاء فنزلت الآية المباركة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين فأصدر النبي حرمة حرمة للارتباط بالزانية وهنا في تفسير أهل البيت سلام الله عليهم يبينون بأن الحكم هو عبارة عن حرمة الارتباط بزواج مع المشهورة بالزنا فأي مشهورة بالزنا يحرم الارتباط بها ولذا أفتى بعض الفقهاء على طبق هذه الآية المباركة والنصوص فيفتون بحرمة الارتباط بالزانية المشهورة بالزنا والعياذ بالله المهم أن الآية المباركة تبين فكرة أساسية ما هي هذه الفكرة؟ هذه الفكرة ترتبط بوجود نوع من التكافؤ في الصفات بين الزوج والزوجة وأن الأزواج يجب أن يلحظوا هذه الصفات ولا بد أن يركزوا على تقارب هذه الصفات فلذا الآية المباركة ترشد إلى أن المؤمن لا بد أن يكافأ بالمؤمنة منه والطيب يجب أن يكافأ بالطيبة كما أن الطيبة تكافأ بالطيب فالآيات هذه التي تلوناها ترشدنا إلى فكرة أن الإنسان إذا أراد أن يختار شريك الحياة فلا بد أن يلحظ جملة من الشروط يعني القرآن قاعد ينبهنا على هذا المعنى ينبهنا ويرشدنا إلى ضرورة أن يكون هناك تقارب نوع من التكافؤ بين الزوج والزوجة والزوجة لماذا؟ يجب أن يكون هناك تكافؤ بين الشريكين نقول يجب أن يكون تكافؤاً يجب أن يكون هناك تكافؤاً بين الزوج والزوجة تقارباً بين الزوج والزوجة باعتبار أن مشروع الزواج إما أن يكون مشروعاً يقدر للإنسان من خلاله أن يسمو وأن يرتقي وإما أن يقدر له من خلاله أن يتسافل وأن يتعرض إلى نوع من الهدم في كباله في إيمانه في قربه من الله سبحانه وتعالى شلون؟ القرآن الكريم يعبر فيقول وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ حَبَّرَ عن الطرف الآخر أنه نفسك يعني يجب أن يعيش القر منك يجب أن لا يكون هناك بينك وبين زوجتك أي فاصلة فهي نفسك هي توأم روحك هي العنصر المكمل إليك لذلك الآيات تعبرهن لباس لكم وأنتم لباس لهم يعني هناك نوع من التقارب يجب أن يكون بين الزوجين الآن كيف أصنع هذا التقارب وهذا التكامل بيني وبين زوجتي نقول بأن التكامل والتقارب يبدأ من أول أمر وهو حسن اختيار الشريك شريك الحياة يعني أنا شاب أنا أعزب أريد أن أتزوج عندي جملة من المواصفات عندي جملة من الشروط فدعونا ننتقل إلى الجزء الآخر من مجلسنا المرتبط بتحديد صفات شريك الحياة من الزوج يحدد شريك حياته الزوجة الزوجة تحدد صفاتا وشرائط لمن؟ لشريك الحياة فما هي تلك الصفات دعونا نتعرض إلى الصفات ولكن قبل التعرض إلى الصفات نريد أن نقرأ رواية وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهذه الرواية ترشدنا إلى كيفية وضع الشرائط والصفات يعني ما هي منطلقات وضع الشرائط والصفات النبي محمد الله صلى الله عليه وآله يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين يعني شنه النبي قاعد يتحدث عن شنه أو قوله كما قيل اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس يعني شنه هذه الرواية جدا مهمة للشباب وللشابات هذه الرواية عبرت فقالت اختاروا لنطفكم وهنا تعبير بالنطفة يريد النبي أن يقول اختاروا لأولادكم نطفة تعبير عن من؟ عن مبدأ نشوء الإنسان عن الأولاد عن الأولاد والبنات فهنا النبي يشير إلى أمر في غاية الأهمية وما هو هذا الأمر؟ إذ أنه لما قال اختاروا لنطفكم يريد أن ينبه الشباب الشابات إلى ضرورة أن يكون المنطلق في اختيار الزوج أو الزوجة كما يكون هناك منطلق شخصي يجب أن يكون هناك منطلق لأولاد المستقبل كما يجب أن تكون هناك صفات لأنا يجب أن تكون هناك صفات لمن؟ للأولاد بمعنى آخر أن لا أعيش الأنانية في الاختيار فإني لن أختار زوجة وفقط بل سأختار أيضا أما لأبنائي فهذه تصلح أما لأبنائي تشرف أبنائي أو لا نفس الشيء الشاب أنت من تختارين زوج لك فقط بل تختارين أبا لأبنائك فلذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى ضرورة توسيع الأفق توسيع النظر توسيع الصفات بحيث يكون هناك صفات لك صفات تعبر على مطالبك الشخصية وصفات تراعي فيها أبناء المستقبل هل هذا أو هذا يناسب أن يكون أما أو أبا أو لا يجب أن تراعي هذه الصفات فلذا نقول لما تقرأ الروايات تجد هذا المعنى تجد جملة من النصوص تتحدث عن جملة من الشرائط بعض هذه الشرائط لك ولكن بعضها الآخر لأبنائك لأولادك كمثل مثلا استحباب أن تأخذ ذات الحسب والنسب هذا الشرط شرط لمن شرط لأبنائك كما هو شرط لك شرط لأبنائك روعية فيه الأبناء روعية فيه مصلحة الأبناء مستقبلا فلذا أول أمر لا بد أن نركز عليه هو ضرورة توسيع الأفق بالنسبة إلى وضع الشرائط عند الشباب فمن الجن تكشاف تنبي تحط جملة من الشرائط تخلي بعض الشرائط لك أنت وبعض الشرائط تفكر تقول هذه بتكون أم أولادي شلون تصلح تكون أم أولادي وهي بهذه الصفات أو أنها لا تصلح أن تكون أمًا لأبنائي هذه منطلقات أساسية الآن البعض ربما يتسائل يقول بأن الأهل ألا يصلحون أن يكونوا منطلقًا أيضًا لوضع جملة من الشرائط أم لا الحين أنا عندي شروط أيضًا أنا لاحظت أولاد المستقبل ووضعت جملة من الشروط إلى آن بعد أمي وأبي وأخواتي مثلًا هم أيضًا يتدخلون ويضعون جملة من الشروط فهل هذا صحيح أو لا يعني أجعلهم يتدخلون أم لا تقديم النص هذا أمر طبيعي تقديم النص والأخذ بالمشورة هذا شيء جيد وهذا أمر يفعله الإنسان الحكيم ولكن أن يتعسف الأب أو أن تتعسف الأم بمعنى أن يعيشا نوعًا من الاستبداد يعيشون نوع من الاستبداد بحيث يمنعون الولد في بعض الأحيان من الارتباط بالمرأة التي تكافئه التي تناسبه أو بالعكس يمنعون البنت من أن تتزوج بمن هو كفؤها منعاً استبدادياً يعني مو منع لمرة هكذا دوماً ليش؟ والله مثلاً بنتنا ما تأخذ أي واحد أو لا بنتنا والله موظفة وكذا وعنها بيزاتة أو شدي وهذا فقير بيأخذ بيزاتة هذه المنظورات اللي عند البعض فهل يصح أن يتعسف الأبوان في تزويج أبنائهما أم لا؟ نقول لا ليس صحيحاً فإن الشرع المقدس نهى عن ذلك نهى عن ممارسة التعسف والاستبداد والتزمث من قبل الأبوين فلذا الأبوان لابد أن يبرزا مبرراً مقنعاً في حالة رد الخاطب إذا البنت مقتنعة من الخاطب لازم يبرزون مبرر مقنع مبرر مثلاً وهو كفء الشرعاً مبرر أنه ليس كفءاً لك عرفاً مثلاً كما يقول السيد السستاني لا بد من المكافأة يعني الأب أو الأم إذا رفضوا باعتبار عدم وجود مكافأة شرعية أو عرفية يقبل رفضهم ولكن إذا لم يكن هناك أي سبب لرد الخاطب والمخطوبة قابلة به كفء لها بحسب الشرع والعرف فإن الأب يكون قد فعل فعلاً محرماً منهياً عنه وهو ما يعرف بالعضل أي المنع منع البنت من الزواج بكفئها فهنا أيها الأحبة على ذلك نقول أن منطلقات وضع الصفات والشرائط تنطلق أولاً من منطلق ذاتي شخصي أنت رغباتك شنه في المرأة منطلق شخصي أنت شنه رغباتك في الزوج يكون هناك منطلق آخر وهو منطلق يرفع الأنانية لماذا؟ لأنك تحتاج أن تفكر في أولاد المستقبل وأن تفكري في أولاد المستقبل فهل تصلح هذه أن تكون أماً وهل يصلح أن يكون هذا أباً أم لا؟ أما المنطلق الثالث وهو منطلق الأبوين والأهل فهو مقبول في دائرة النص دائرة الاستنارة دائرة تقديم المشورة أما الاستبداد والتعسف في حيث الولد يكون مقتنع ونحجبين ما عندنا مبرر مقنع ليش؟ نحن رافضين البنت ما عندنا مبرر مقنع هذا أمر مرفوض غير مقبول الآن شنو الصفات؟ ما هي صفات الشريك؟ شريك الحياة الذي سيبقى معك ما بقي العمر يتكامل معك يسمو معك يعيش اللحظات المؤلمة ويعيش لحظات السعادة مكملاً لروحك ما هي الشروط؟ نقول أول شرط شرط عقلي وثقافي وهذا الشرط العقلي والثقافي هو عبارة عن توافر نوع من الانسجام الثقافي يكون فيه انسجام ثقافي فكري بين الطرفين وهنا عبرنا بالانسجام الفكري والثقافي ولم نعبر بالمؤهل الأكاديمي ليش؟ لأن المؤهل الأكاديمي ليس بالضرورة يعطي الإنسان ثقافة ليس بالضرورة يعطي الإنسان وعي لأن كثير من الأشخاص عندهم مؤهل أكاديمي أي أن كان هذا المؤهل الأكاديمي ولكن لا يعيشون وعياً ولا يعيشون ثقافة زوجية جيدة تعطي وتقدم السعادة للطرفين لذلك يحتاج الزوج أن يضع شرطاً يرتبط بالجانب الثقافي للمرأة تقارب الثقافي يعني تفهمني من أتكلم تفهمني من زين من هي تتكلم هو يفهمها يكون هناك نوع من الانسجام العقلي هذا مقوم أول المقوم الثاني المقوم الثاني هو المقوم الأخلاقي أخلاق البنت طالع أخلاقها شوف تصرفاتها تسأل عنها وتدقق في هذا الجانب لماذا؟ لأن كثير من المشكلات الزوجية يكون نابع من سوء الخلق أيها الأحبة يعني المرأة متعلماً ما يكفي أخلاق عندها لو ما عندها إذا ما كان عندها أخلاق كانت سيئة الخلق تعطيك عنف في بعض الأحيان عنف لفظي أو تعطيك نوعاً من عدم التقدير والإذلال وعدم الإحترام فلذا لابد أن تركز النظر على الجانب الأخلاق والسلوك إلى المخطوبة كما أن المرأة يجب أن تركز أيضاً على الجانب الأخلاق والسلوك للزوج شنو مستوى أخلاق مع الناس شنو سجايا شنو صفاته هذه الأمور لازم تبحث عنها والآباء هذه وظيفتهم يعني مو كل من دق الباب زوجنا لا روح نسأل عنه وين الآباء الأول يسألون يفحصون ينظرون يشوفون أخلاق الولد شنو كذا يسأل عن خلقه يسأل عن كرمه يسأل عن سجاياه هذه بنت بتعيش مع زوج بتتعامل مع كل الصفات مرة بتقول له عطني حق والله مثلاً مأكلي ملبسي شلون إذا كان بخيم والله إلى الأولاد شلون بكرة بيتعامل مع الأبناء مع بخله أو لا إذا كان غضوباً هذا السلوك عنده دوماً يغضب دوماً يغضب هذا السلوك أيضاً سلوك سلبي إذا كان على سبيل المثال عند نوع من التكبر نزين صار خطأ في حقه تشوفه لا شار الدنيا وقوّم الدنيا نزين وإلى آخره فهنا نحتاج أن نسأل عن الأخلاق عن السلوك للشريك زين المقوّم الثالث يرتبط بالجانب الديني اظفر بذات الدين تربل يداك يعني المقوّم الإيماني ما مستوى إيمان هذا الإنسان ما مستوى إيمان هذه البنت بعض المشاكل الجنة مثلاً بنت مؤمنة تقول أنا مؤمنة كذا وأضبع على صلاتي وعايشة في أسره ومحيط مؤمن تزوّشت وإذا خطيب على سبيل المثال ما عنده مستوى من الإيمان وين تصلي لو ما تصلي لا ما يصلي مرة يصلي مرة ما يصلي شوية يسمع غناء شوية لا ضاقت بي الدنيا ليش؟ لأنه ليس هناك هناك نوع من الإنسجام في الجانب ماذا؟ في الجانب الديني في الجانب الديني والإيماني هذا أمر مهم زين؟ المقوّم الآخر هو المقوّم الصحي هذا المقوّم الصحي فقهاؤنا يشيرون إلى أنه يجب أن لا يكون الشريك مبتلى بمرض معدن إذا كان مبتلى بمرض معدي يسري إلى البدن وهذا المرض مما لا يرضى الشرع المقدس الإصابة به أو نحوه فلا يجوز الارتباط به مثلاً لكن الأمور الأخرى مريض شوية كذا للأمور لا يعني الإنسان يقف عند بعضها ولا يقف عند البعض الآخر وهنا جانب نفس ما قلنا يرتكز على التفكير بالأبناء بالأولاد والله مثلاً هذا حامل سيكلر وهي حامل سيكلر تزوج وكذا تصير أذية إلى الأبناء فهنا فهنا الآباء يجب أن يفكروا في الأبناء بعض فقهاء قال هذا النوع من الزواج مشكل إذا حصر الإنجاب إذا حصر الإنجاب بالطريقة الطبيعية بحيث يؤدي إلى إصابة الأبناء بهذا المرض فقر الدم أو نحوه لذلك إذا وجدنا حالة من الزواج بهذا النحو لا بد أن يلجأوا ويرعون حق الأبناء في الرجوع مثلاً إلى التلقيح الصناعي أو الأسباب الأخرى فهذه مقومات أساسية في شريك الحياة ولكن لا يمنع أن الطرف الآخر في بعض الأحيان تكون له القابلية لأن يصعد معك لأن يرتقي معك ويسمو بتأخذ وحدة إيمانها شوية ضعيف لكن تشوف عندها القابلية تكسب ثواب من خلال الزواج بها ومن خلال الصعود بمستوى إيمانها والارتقاء بها أما لو شفت لا المرأة أصلاً هذه ليست لديها عفة ليس لديها حياء ليس كذا لا هذه بعيدة كل البعد فيعليك أن تجتنبها وأن تبتعد عنها هذه الصفات الأساسية لكن نجد الآن في المجتمع تعقيد في جعل الصفات شلون يعني بعض الناس يضعوا صفات مادية غرضه المادة غرض البنت المادة لازم يكون موظف وراتبها الكثر نجد أن تزوجوهم فقراء يغنيهم الله يعني دوام الحال بين المحال لا ترتكزي على هذه الصفة لأن المال لا يصنع لك السعادة بالضرورة لا ترتكزي على هذه الصفة نزين بعض الناس يرتكزون على الجانب الجمالي هذا بحصة معينة مطلوب الزوج يريد جمالا هذا شيء مطلوب ولكن يجب على الزوج أن يعيش واقعية الشباب لازم يعيشون واقعية في جانب الجمال يعني يعني لا تعتقد بأن كل النساء يتمتعون بذات الجمال لا النساء في تفاوت في جمالهم فلازم يكون عندك مستوى من الجمال مقبول لا تعقد في صفات الجمال فيتعقد زواجك ويتباطأ موضوع زواجك ليش لأن أنت معقد من الصفات بس ما يقول لك بعد تتزوج القبيحة لا طبعا تتزوج المرأة التي تقتنع من مستوى جمالها زين بعد تجد من المواصفات التي يجعلها البعض مواصفات ترتبط بغلاء المهور أو ترتبط بالحفلات أو ترتبط ببعض المواصفات الخارجة عن الزواج والبعيدة كل البعد عن صناعة السعادة للزوجين ربما تكون شروط موضوعة من قبل الأهل الزوجة راضية تصير في أي صالة لكن يجي لأمة تقول لا لازم الصالة الكبيرة ولازم كذا ولازم بوفيه ولازم مثلا على سبيل المثال ورد بثلاثمائة دينار وكذا قصص تنقل كل غرضها نوع من البهرجة ونوع من التفاخر عند الآباء والأمهات ليلة وتنقضي ويكبر الزوج بجملة من الديون جملة من القروض عليه بسبب هذه المواصفات فهنا نحتاج إلى نوع من القناعة نحتاج إلى نوع من البساطة في جعل الشروط وعدم التعقيد على الشباب وعدم التعقيد على الشابات في موضوع ارتباطهم قبل ما ننتقل إلى المصيبات المؤمنون يدعونكم في هذه الليلة ليلة الجمعة إلى التصدق أعينوهم أعانكم الله وما تقدم من خير تجدوه عند الله أثلح ما يصلي على محمد وآل محمد كما وأن هنا كتاب أيضا في أحد السادة العلماء مكتوب يبدو ومطبوع وهو بين أيديكم حول الموضوع ذاته أو في ذات السياق حول اختيار الشريك الشريك الحياة فنسأل المؤمنين أن يستفيدوا من هذا الكتاب بارك الله فيكم أمير المؤمنين سلام الله عليه لما جاء خاطبا فاطمة الزهراء سلام الله عليها كلما تقدم خاطب لرسول الله لفاطمة كان يرده سأل الله عز وجل أن يزوجها بخير الناس فجاء أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له الأصحاب إن رسول الله صلى الله عليه وآله فهموا كلما جاء خاطب رد كلما جاء خاطب رد فهموا بأن النبي قد ادخر فاطمة لعلي قالوا هل لا تقدمت إلى رسول الله وهم بعضهم بعضهم يريد أن يحرج أمير المؤمنين ليش لأن أمير المؤمنين كان شنو كان فقير ما عند شيء فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله سيرده برد فجاء أمير المؤمنين إلى رسول الله قال ما عندك يا علي قال أتيتك خاطبا فاطمة ابنتك فاستهل وجه رسول الله فرحا فجاء إلى الزهراء قال قد أتاني علي في أمرك فما تقول فسكتت فرحا وسرورا فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو فرح مسرور قال ما عندك وش عندك تقدم مهار يوفي شلون الأب مع بنت مع خاطب قال إنك تعلم ما عندي شي ما عندي شي غير هذه الدرع عندي بس درع وش يسوي قال عين روح بيح وكذا وش ترش وإلى آخره فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي سيدة النساء وهي أفضل ما خلق الله من النساء تتزوج بهذا النحو من البساطة بهذا النحو من الزواج ولكن انظر كيف كان زواج علي من فاطمة مليئ بالسعادة والفرح والسرور كان علي سلام الله عليه هو المكمل للزهراء والزهراء مكملة لعلي سلام الله عليه لذلك الزهراء كانت بأبي وأمي تنظر إلى علي بعد وفاة أبيها أنه سندها وأنه منعها وأنه السور الذي تلتجئ إليه لذلك لما اجتمع القوم عند باب دارها وهاتف يهتف ويقول أخرج يا علي وبايع وإلا أضرمنا الدار نهرا يلتفت قنف فيقول إن في الدار علي قال وإن إن في الدار فاطمة قال وإن إن في الدار القرآن قال وإن نار الحقد والجوه ونار الجزل بالباب ومن قبل كان الروح من جملة الحجة فيها الوصي وبناه والزهراء والاكتاب نادوا يحيد أرقوم لا تنوخ ذقو ماذا صنعوا يقول قنف ذلاحت لنا أنامل الزهراء فرفعت الصياط وأرخيته على أناملها خرت قواها أخذوا يدافعونها الباب بأبي وأمي ماذا صنعت لكنها لاذت وراء الباب رعاية للصون والحجاب فمذرأوها عصرها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا فأسقطت بنت النبي وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا المصيبة أنها بأبي وأمي لما خرت على الآيار نادت يا علي نادت سورها نادت نادت روحها نادت عليا بأبي وأمي فلم يجبها التفتت إلى فضة قالت يا فضة أين علي بكت فضها التفتت إلى الحسن والحسين وإذا به ما يبكي قالت قالت يا فضة أين علي قالت خرجوا به ملببا تناولت مقنعتها وخمارها خرجت خلف علي ماذا رأت رأت أمير المؤمنين وهو مربوط بالحمال والسيف معلق في عنقه وسيف القوم على رأسه ومنادر ينادي بايع يا علي وإلا ضربنا عنقاك عند ذلك نادي يدخل ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني التفت الأول إلى قنفذ ماذا قالها يا شيعها قال يا قنفذ عليك بفاطمة جاء ماذا صنع أخذ يضرب سيدتكم بالصياد أين المنادي وفاطمة وتاليها وتاليها الشجان وزيد همي وزيد الغمي وارخص غالي دموعي وجر من الجفن دمي يوم لصاحة الزهر خلوا عن ابن عمي صاح الرجس يا قنفذ ولك بالصوت رد لها رد لها رد لها ولو وروعها وروعها وهي تنادي لفرع واشتكي للذ كل اللي عليه سادي يو تخلوا عن الكرار لا تيتم أولادي تبشي والعصا ولا تتلو على يديه ماذا صنعت ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبر وقلب مكمد محزون نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتاه هذا السامري وعجله تبعا وبال النس عن هارون قبضت قبضت بقبضة يا أبادي ينخص العيش مخصوص ما ينفذ الجيش على ويش كسرون نظ العيش على على ويش تمنيت أنا بعدك فلاعي من بعد ما غبت يا صفوة المعبود وغاب نور آيك وسط للحوت على باب داري دارة جنود وعصر نبصير الباب نمرون وكسر ظلعي واسقط المولون صح ونادي وفاطمة الله في لها لقد أضيع حقها حتى توارى في الحجاب بدرها تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد عن بياني ومن نبوع الدم من ثدييها يعلم عظم ما جرى عليها يا الله ربي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين فرج عنا يا الله فرج عاجلا غير آجل كلمح بالبصر أو هو أقرب يا كريم فك كل أسير رد كل غريم اشف كل مريض جماعة الحاضرين والمؤسسين احفظهم اللهم فردا فردا في أنفسهم وأهلهم ومن يلود بهم اللهم تغمد موتاهم بواسع رحمتك أسكنهم الفسيحة من جنتك وإلى أرواحهم وأرواح من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة